السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم النهاردة عن حين تدريبات الأضواء تدرب على القصة القصيرة اكتشف مهاراتك من منهج اللغة العربية الجديد للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول تدرب القصة القصيرة اكتشف مهاراتك أنشط الأضواء القصة القصيرة اقرأ واكتشف نشاط رقم واحد اقرأ ثم أجب ها قد أتى وقت الإجازة الصيفية لنذهب إلى رحلة التخيم التي أعدتها المدرسة واشتركت بها أنا وأصدقائي فكم انتظرناها وجهزنا أغراضها وانطلقت بنا الحافلة وأخذنا ننشد الأناشيد الحماسية ونحل الألغازة وغير ذلك من الفقرات المسلية والمفيدة وبعد أن وصلنا إلى المخيم مساء ظل المعلم المصاحب لنا يتصامر معنا ويصف جمال المكان وما أعده من برنامج مليء بالأنشطة في اليوم التالي ألف تخيل إجابة صحيحة مما بين القوسين واحد مراضف يتصامر هل يتفاهموا يتقابلوا يتعاونوا يتحادسوا إذا يتصامروا معناها يتحادسوا فنختار يتحادس رقم اثنين مضاد مليء مضاد مليء فارغ خال قليل الأولى والثانية مليء مضادها فارغ وخال فنختار الأولى والثانية رقم ثلاثة مفرد الأناشيد المنشود المنشد النشيد الناشيد مفرد الأناشيد النشيد فنختار النشيد في رقم باء أكمل واحد ذهب الأصدقاء إلى رحلة نغط التي أعدتها مدرسته رحلة التخيم فنكتب هنا التخيم رقم اثنين أخذ الأصدقاء ينشدون نغط الحماسية ويحلون نغط إذا نقوله إيه أخذ الأصدقاء ينشدون الأناشيد الحماسية ويحلون الألغازة فنكتب هنا الألغازة رقم جيم ما الذي وصفه المعلم للطلاب فنقول إيه جمال المكان وما أعده من برنامج مليء بالأنشطة في اليوم التالي رقم دال ما رأيك في ولد يظن أنه لا يمتلك أي مهارة فتقول إيه هو ولد مخطئ فكل منا لديه مهارة عليه أن يكتشفها بنفسه رقم ها صنف الكلمات التالية إلى اسمه فعل حرف هنا هو الحاجة عن ذا حرف حرف جر أقدر فعل أحب فعل على حرف جر ضعيف اسم الاختيار اسم عرفت فعل الفصل اسم نشاط رقم اثنين اقرأ ثم أجب في الصباح طلب المعلم أن نجتمع وأخبرنا بأن كل منا سيقضي يومه في ممارسة مهارته التي يحبها وأعطانا ورقة بها عشرة مهارات وطلب من كل واحد أن يحدد المهارة التي يفضل أن يقضي فيها يومه أخذت الورقة وقد كنت متأرجح الفكر فلا أعرف إن كنت أملك أي مهارة من هذه المهارات أم لا على عكس أصدقائي فكل منهم اختار مهارته المفضلة من أول وهلة ألف تخيل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد المراد بمتأرجح يعني معنى متأرجح شارد متردد غاضب منزعج فنختار متردد رقم اثنين مضاد نجتمع مضادها نرحل نفترق نبتعد نسافر مضادها نفترق رقم ثلاثة جمع وهلة مؤهلات تأهيلات وهلات أهال جمعها وهلات فنختار وهلات رقم باء ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد طلب المعلم من كل تلميز أن يحدد المهارة التي يفضلها العبارة صحيحة رقم اثنين استطاع بطل القصة أن يختار مهارته المفضلة من أول وهلة العبارة خطأ رقم جمع كان صاحب القصة متأرجح الفكر ما السببه لأنه لا يعرف إن كان يملك أي مهارة من المهارات المكتوبة على عكس أصدقائه الذين اختاروا مهاراتهم المفضلة من أول وهلة رقم دال بما تنصح صديقك الذي يمتلك موهبة الرسم أن ينمي هذه الموهبة حتى يصير رساما كبيرا مشهورا رقم ها صوي بما تحته خط أكل الأطفال تفاحا لذيزا حيطنا خط تحت أطفالا فنكتب نقول إيه أكل الأطفال الأطفال مضبوطة بالضمة لأنها فاعل فنقوله أكل الأطفال تفاحا لذيزا رقم واو استنتج المعنى الصحيح للكلمة الملونة واحد أخذ الطالب ورقة هنا أخذ بمعنى أمسكا فنكتب هنا أمسكا رقم اثنين أخذ الطالب يزاكر هنا أخذ بمعنى بدأ فنكتب بدأ نشاط رقم ثلاثة اقرأ سماجب بالفعل انتهى وراجعت إلى المنزل انتظرني أبي وأمي لأحكي لهم ما حدث بالمخيم ولكنني رفضت أن أتكلم في بداية الأمر ثم أخبرتهما بأن كل أصدقائي لديهم مهارات مختلفة إلا أنا فرد أبي قائلا إن الله وهبنا جميعا المواهب والقدورات التي تميز كل واحد عن غيره من الناس فقد يكون الإبداع والموهبة داخل كل إنسان وعلينا أن نكتشفهما لندرك حجم ما لدينا من مهارات فابحث عن مهاراتك وطورها واكتسب مهارات جديدة رقم ألف هات واحد مراض في الإبداع الابتكار نكتب هنا الابتكار رقم اثنين مضاد وهبة مضاد وهبة حرمة نكتب هنا حرمة رقم ثلاثة مفرد المواهب الموهبة رقم باء أكمل ما يأتي واحد أخبر الولد الأب والأمة بأن نغط بأن كل أصدقاء لديهم مهارات مختلفة إلا هو رقم اثنين نغط ونغط تميز كل إنسان عن غيرهم فتقول إيه المواهب والقدورات المواهب والقدورات تميز كل إنسان عن غيرهم رقم جيم لماذا يجب علينا اكتشاف الموهبة والإبداع داخلنا لندرك حجم ما لدينا من مهارات لندرك حجم ما لدينا من مهارات رقم دان ما النصيحة التي تحب أن توجهها لمن يمتلك مهارة من المهارات أن ينمي هذه الموهبة ويطورها أن ينمي هذه الموهبة ويطورها ويكتسب مهارات جديدة طيب رقم ها اختار الكلام التي تدل على معنى ما تحته خط واحد رد الرجل على من يناديهم هنا رد هل بمعنى استمع ولا أنصط ولا أجاب ولا ساعد بمعنى أجاب فنختار أجاب رقم رد محمد الأمانة إلى صاحبها رد معناها هنا أهدى ولا أرجع ولا قدم ولا أكرم معناها أرجع يبقى رد هنا بمعنى أرجع رقم واو عدد المبتدأ والخبر في كل جملة مما يليم واحد المجموعات صغيرة هنا عندنا المجموعات مبتدأ صغيرة خبر رقم اثنين الصقة أساس النجاح هنا عندنا المبتدأ الصقة الخبر أساس نشاط رقم 4 اقرأ ثم أجب بعد أن خرج أبي من الغرفة ظللت أبحث طيلة الليلة عما قاله لي فوجدت إعلانا عن دورة تدريبية بعنواني اكتشف مهاراتك وطور قدراتك نظمتها المكتبة العامة فقدمت فقدمت مباشرة طلب التحاق بها مع انتهاء الدورة اكتشفت أنني بالفعل لدي مهارات كثيرة لم أكن أعرفها من قبل كالكتابة والتمسيل فأدركت أننا كلنا ماهرون ولكن علينا فقط أن نكتشف مهاراتنا ونوجهها بالشكل الصحيح حتى نصبح أكثر إبداعا وعطاءا وأنا الآن مستعد لرحلة تخييم جديدة بمهارات عديدة ألف هات من الفقرة واحد مراضف أعدتها أعدتها معناها نظمتها فنكتب هنا نظمتها رقم اثنين مضاد تقليد تقليد مضادها إبداع رقم ثلاثة مفرد دورات دورة رقم با ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد من المهارات التي اكتشف الولد أنه يمتلكها الرسم والإنشاد العبارة خطأ رقم اثنين علينا أن نكتشف مهاراتنا ونوجهها بالشكل الصحيح العبارة صحيحة رقم جيم ما عنوان الدورة التدريبية التي حضرها الولد بعنوان اكتشف مهاراتك وطور قدراتك رقم دال اقترح طريقة يعرف بها كل صديق من أصدقائك قدراته ورغباتهم فممكن نكتب نقوله أن يمارس كل منهم أنشطة ورياضات عديدة في الإجازة الصيفية وفي نهاية الإجازة يكتب في ورقة الأنشطة والرياضات التي اكتشف فيها قدرات وموهبة ويستمر في ممارستها كلها أو بعضا منها في رقم ها حل الكلمة التدريبية إلى مقاطع صوتية فهنا عندنا التاء والداء المقطع الرا والياء مقطع الباء والياء مقطع والياء مقطع والتاء المربوطة مقطع في رقم واو صوب ما تحته خط استاذ الصيادين فهدا هنا الصيادين فاعل فنقول استاذ الصيادون فاعل مرفوع بالواو فنقول استاذ الصيادون وبكده كنوصلنا معاكم من هاي الدرس النهاردة أرجو كوني استفدتم معانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة